بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدام احنا خلاص بنبني مع بعض وحلقاتنا يوم الاثنين يلا نبني يلا نبني الإنسان وبناء الإنسان في الحقيقة ما بحبش أقول صناعة ثقيلة ولكن حياة جميلة لما نبني الإنسان واحنا فاهمين ان احنا بنبني الإنسان فاحنا في الحقيقة بنصنع تاريخ للسعادة كل ما الإنسان يتبني ويتبني بناء حقيقي وبناء بمدد من الله سبحانه وتعالى بيتحاول الإنسان هو مفتاح السعادة للبشرين لأن الإنسان هو من أودع الله سبحانه وتعالى فيه الأسرار ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روح ومن أكثر الأسرار اللي وضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان إن الإنسان قابل للتخلق وإحنا قبل كده قلنا إن الخلق ولذلك كان قمة البشر هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف وصفاً يجعله في قمة الهرم البشري ماذا قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم يبقى خلاص عضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الكمال الخلقي وإحنا لما ابتدينا هذه الحلقات تكلمنا عن إن الخلق فيه ثلاث مكونات أساسية الإرادة والنية ثم القيم ثم السلوك وقلنا الركيزة في الخلق هو القيم لأن القيم دي هي اللي بتتحاول إلى سلوك لو شننا القيم ما فيش أخلاق وعشان كده قلنا نحن عندنا ثلاث قيم مركزية في الإسلام قيمة الأولى هي الرحمة واللي اتخذت من الكلام عن الإيمان في حديث سيدنا جبريل اللي هو حديث أم السنة ثم الخير اللي اتخذ من الإسلام ثم الجمال اللي اتخذ من الإحسان واتكلمنا في رحلة عن القيم الإنسانية الفعالة فوجدنا أربع قيم إنسانية موجودة وبتحقق الرحمة والنهاردة عن ابتدي الكلام بقى على أكبر ساحة ممكن نفتح فيها أبواب السعادة ويا ساحة ايه؟ ساحة الخير لما نيجي نتكلم على قيم الخير هنلاقي أربع قيم من القيم الحداشر الفعالة ممكن تحقق لنا الخير اللي هي قيم ايه؟ قيمة التعاون قيمة الاتحاد قيمة النزاهة قيمة المسئولية وكأن الشخص الخير هو شخص متعاون يتحد بنزاهة ومسئولية لما يكون الشخص في هذه الصفات يصبح فعله خير وتعالوا بقى نتكلم النهاردة عن أول صفة من الصفات أو أول قيمة من القيم الأربعة اللي بتخلينا خيرين وأنا بحب أسميها خير فعال إن الشخص يبقى خيره يصل إلى الفاعلية كنتم خيرة أمة أخرجت للناس للناس على طول أول ما نسمع كلمة الناس تجن من عالم الاتساع وهنا لما نتكلم عن اتساع لازم نتكلم على قيمة التعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان التعاون التعاون يا سيدي باعتباره قيمة أنا بحب أعرف القيمة بإن هي بتعريفات تشعرك بالإجرائية بالعملية اللي فيه ولذلك أنا بقول التعاون عملية بيحصل فيه تواصل تبادلي ما بين الناس وما بين الأفراد عشان ينقلوا الخبرات والمعرفة والأفكار والأدوات ويكون عايزين بدا إنهم يحققوا رؤية مشتركة أو حلم مشترك بس اللي بيقودهم إنهم عندهم أداء كف وفعال بيتحلموا إنهم يتكملوا عشان يحققوا النتائج فائقة إيه ده الكلام ده يبقى من أول الرؤية مروراً بالأداء انتهاءاً بالنتائج الباهرة اللي بتحصل بالتعاون فالتعاون في الحقيقة بيخلي الناس تجتمع سواء كانوا فريق أو كانت مؤسسة يجتمعوا على هدف واحد هدف واحد هم شايفين إن الهدف ده بيوصلهم إلى إنهم يكونوا أرقى يكونوا أحسن فالتعاون سبيل من سبل الترقى عند الناس فعشان كده هدفهم اللي هم عايزين يحققوا ده بيخليهم يتقدموا وكل اتنين أو كل مجموعة أو كل مؤسسة بيحسوا إن بالتعاون بيحصل إيه؟ بيحصل دور كبير جداً جداً بينهم إنهم يتكملوا وإن يزيد الخير بتاعهم طب نيجي نسأل بقى لما التعاون حلو كده إيه معوقات التعاون لما نيجي نتكلم عن معوقات التعاون وإيه الأشياء اللي بتعقنا عن إن إحنا نكون متعاونين عن أي أول معوق بيعقنا للتعاون تعالوا نفتكر كده إحنا بجده تكلمنا عن سبع سمات الإنسان المعاصر هي من أهم السمات من أهم الحاجات اللي بتمنع التعاون اتكلمنا عن زيادة الفردانية وزيادة الميزاجية وزيادة التشكك وزيادة الإحباط وزيادة المظلومية وكمان زيادة ماذا وكمان زيادة الحساسية وزيادة العشوائية لكن احنا هنتكلم عن حاجة مولفة من هذه السبع زي ايه التمحور حول الزيت الواحد حياة بيعيش حياته وهو زيته بس طيب والتمحور حول الزيت يورينا لتطخيم الانا فتطخيم الانا تمنعنا من التعاون او واحد يكون ساعي الى الكمال فلما يسعى الى الكمال بيبقى دايما مش سهل يتعاون مع الاخرين اللي نشايف نفسه دايما هو الصح وبيقيم الاخرين دايما لكن لما نيجي بقى طب اذا كان الكمال اذا كان التعاون دي المعوقات اللي عندنا وخاصة عندنا معوق رابع والفهم المخطئ للمنافسة لكن في الحقيقة التنافس اللي يجي في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون معناه ان كل واحد يعطي نفس من انفاسي فيحصل ايه اللي حاصل فيحصل مدد ويحصل تشاره ويحصل تعاون طب ايه اللي بنحققه من خلال الكلام عن التعاون ايه هي الفوائز الفوائد والمنن اللي بتحصل لنا وخاصة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدوا بعضوه بعضا فهي اثار التعاون علينا اول عمود من اعمدة البناء المجتمعي هو التعاون فانفيش مجتمع بدون تعاون طب ايه تاني ممكن يكون من اثار التعاون على المجتمع الاثر التاني من اثار من اثار التعاون على المجتمع انه هو بيمسل قيمة اضافية لكل واحد فتتعاظم الانجازات وتتعاظم الفوائد ويحس الواحد انه كما قيل المؤمن كثير باخوانه فيحس انه كتير التعاون كمان بيولد طرق عمل جديدة لما الناس تتلاحق تتلاقح الافكار فتتولد افكار جديدة ويفتح افاق جديدة للمشروعات وللحياة ما كانتش موجودة وهو ده اللي بيخلي التعاون في الحقيقة هو باب من ابواب فتح ابواب السعادة والناس المتعاونين يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون التعاون كمان بيفتح قلوب الناس على الخير اللي موجود في الغير وعشان كده التعاون بيقرب القلوب من بعضها وبيخلي القلوب أحسن وأجمل وأطيب وكمان التعاون بيفتح باب لتعريف الإنسان على نفسه وأنه يخرج أجمل ما فيه لأنه ساعة ما بيتعاون مع الناس بيحس أنه ما زال إنسان ويستطيع أنه إذا قدم أجمل ما فيه هيكون فيه علاقة صعيدة وحسنة بينه وبين الناس آخر حاجة ممكن نحصلها من هذا التعاون أن التعاون بيضيف إلى معارفنا ونتبادل فيه الخبرات ويبقى بنبني بناء مهم جدا 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 والتعاون ده بيدوأ الإنسان معية ربنا سبحانه وتعالى لأن يدل الله فوق الجماعة ولذلك الله سبحانه وتعالى أنا ثالث الشريكين لما الناس تتعاون ربنا سبحانه وتعالى يؤسر له عنقول إجراءين كده لطاف ممكن نعملهم عشان نعلم أولادنا التعاون نحن أعيدين أن نحن بنبني الإنسان وخاصة مع الأطفال خلوا أولادكم يشاركوا معاكم في كل المهام اليومية وتعاونوا سوا في تنفيذ الأفكار الجديدة اللي ممكن تعملوها بس لازم وانت بأمه بتعاونوا معاكم كمان واشكروهم لما يحسوا عشان يحسوا أن وجودهم نافع وحاجة تانية من الممنوعات إياك تكسروا أولادكم بالكلمات والأوصاف اللي بتهدهم زي انت على طول ملكش لازمة ومش فالح في حاجة لا تعاون مع ابنك وخرج منه أجمل ما فيه شجعه وامتني ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا الحسن إن ابني هذا سيد فإن اللي حاصل لازم علامة جودة التعاون بتاعك أن تخرج ممن تتعاون معه أجمل ما فيه لازم نكون من أهل الجمال ونتيقن أن التعاون ده من أوسع أبواب الخير التعاون بيضرب الخير اللي موجود فينا أضعافا مضعفة اللي عايز الخير بتاعه يتضاعف يتعاون وتعاونوا على البر والتقوى والتقوى وما يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب يا رب جعلنا متعاونين وجعل أنفسنا تختلط مع بعض عشان توصلنا إلى أعلى الدرجات عندما نتحاب ونكون على منابر من نور بسر أسرار التعاون يا رب جعلنا من أهل التعاون وجعلنا من أهل المحبة على الدوام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إحنا عندنا النهاردة هيبع عندي ضيفين عزيزين عليها جدا 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 بحبهم حب شديد عشان نتكلم مع بعض إزاي ممكن تكون صفة وقيمة التعاون باب من أبواب الخير عليهم في حياتهم العملية وكمان في حياتهم الخاصة ولكن هذا بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعايا ضيفين عزيزين عليها جدا 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 دكتور رائع بحبه جدا 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 وهو بالنسبة لي نور وبركة كبيرة جدا 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 أستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم أستاذ المناظير والجهاز العظم أهلا وسهلا بك دكتور مصطفى أنا سعيد جدا حضرتك معايا أنا سعيد جدا جدا الله يبرك في حضرتك يا رب ومعايا كمان الدكتورة مينة بدوي طبيبة منتخب الوطني لكرة يد للسيدات مبروك أننا تلعنا السابع الحمد لله ألف مبروك الحمد لله على السلام وأنتو الاثنين أنا لحقتكم قبل ما تسافوا دايما بالطاقة النازق بالطاقة الضيوف قبل ما يسافوا دكتور مصطفى الطب والعمليات والعمليات وخاصة عمليات الدقيقة اللي بتكون زي عمليات المناظير دي بتحتاج إلى تعاون الفريق طبعا بتحس حضرتك في التعاون وخاصة في المجال الطبي إيه أكتر حاجة بيوفرها التعاون في المجال الطبي إن إحنا نؤمن بالتعاون إن إحنا نؤمن بالتعاون نفسه إن الطبيب نفسه اللي هو المايسترو بتاع أو القائد الأوضة دي يبقى مؤمن بالتعاون لما الدكتور اللي بيشتغل يكون مؤمن بالتعاون مؤمن إنه هو من غير الممرضة مش هيقدر يوصل للهدف من غير الزميله من غير طبيب التخدير من غير فني الأشعة من غير العاملة اللي بتحضر الأوضة لو هو مش مؤمن أن ده لازم يكون يبقى تعاونه على بعض عمره ده ما هنوصل للهدف ممكن يأثر عدم تناغم الفريق على الأداء العملية هل تحس بده لبعض الحين؟ طبعا كتير قوي بالزاد مشهورة القصة دي في الأطباء لما يبتدوا يشتغلوا في مكان جديد ما يعرفوش آه كده صح فلو راح من مستشفى أحس بالغربة بزبط لو ما فيش تناغم وتعاون ما بين طبعا نتائج بتبقى في ساعتها أنه فيه اختلاف فظيع في النتائج ما بين بشتغل مع الفريق اللي أنا متعاونين مع بعض وفهمين بعض وبيننا تناغم وتعاون أسهل بكتير بأن أنا روح أشتغل لوحدي فوسط ناس مش بتعاون ما فيش بنا تعاون حالك بتقدم رسالة أنا عارف حالك بتدرب طباء كتير في كماء إنحاء العالم إن عندك تلمزية حالاتك والدربة على إيد حالاتك كتير في العالم إيه أكتر حاجة بتقولها لهم عشان يقدروا يستثمروا فكرة التعاون في داخل غرفة عمليات حيانا أنا اتنصحت نصيحة من عشر سنين وماشي عليها بالزبط بالحرف بالحرف حكتين اتنصحت إن أنا عشان أقدر أشتغل وأعمل حاجة مختلفة إن أنا ألاقي فريق أدور على فريق وإن أنا أشجع الفريق ده حلو أهو ده شجع الفريق مش أنا أدعمه أدعم الفريق فده اللي أنا بقوله لكل الناس الناس فهمة إن أنا عشان أنا أنجح لازم أدوس على لا بقى صالح وأنا لو كل كلمة هتقول لي ده حاجة يعني ده أشعر حاجة يعني الكلمة اللي بفتكري على طول إن أنا بالعكس كل ما هدعم الفريق اللي معايا كل ما أنا هكبر وأنا مش بعمل حاجة كانوا زمان يقولوا لنا حاجة لطيفة قوي إن الكبير كبير على كبار بصبت مش الكبير كبير على صغيرين بصبت دكتور مصطفى يعني الكلام اللي حضرت بتقوله ده ده ينفع ينزل في كتاب سنة ربعة لأولاد إن إحنا نقول لهم كده أولادنا في المدارس نقول لهم يا أولاد أنتوا لازم تتعلموا إن أنتوا تختاروا الفريق وتدعموا الفريق لو عملت كده لو كنت مهتم إن أنت تختار الفريق وكمان تدعم الفريق أنا أظن ده شيء مهم جدا 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 في حياة الناس دكتور مينة أنت حضرتك بتشتغلي في العلاجة الطبيعي للفريق صحيح الفريق بيبقى أدي إيه ممكن تلاقي الإجهات باين على الفريق وأدي إيه التعاون ممكن يخفف الإجهات ده بيبقى قوي في آخر وقت في البطولة ده بيبقى باين جدا على الفريق ومحتاجين دعم وتشجيع عشان يرجعوا في لياقتهم تاني ده أكتر حاجة بتفرق معاهم إنه يعني كلنا نشتغل مع بعض فريق واحد كلنا نشجع بعض المدير الفني الطبي الإداري كلنا معاهم ده بيخليهم يرجعوا بيبقوا ممكن تقدم المصيحة للعابين من أنت تقول لهم لو سمحتوا يتعاونوا مع بعض عشان تخففوا الأحمال على بعض هم قريدي بيعملوا كده لأنه دي من ضمن القيم اللي بنختار عليهم اللعيبة اللعيبة ده حقيق دي من ضمن القيم الأساسية اللي لازم تبقى موجودة اللي هو العمل في فريق اللي جنبي هيلعب لو بسيط صح أنا هكده كده هدخل جون يعتبر دخلت جون يعني فدايما يعني دايما الروح دي موجودة أنتوا عارفين حضراتكم أنا لليه اخترت حضراتكم في الحلقة دي بتاعت التعاون بالضبط أن أنا عايز أقول لأن التعاون ده ما لكل مساحات حياتنا من أول مساحة السعادة والمتعة في المشاهدة والنجاح واللي موجود في الكرة لغاية الحياة نفسها لما بتكون كمان في الصحة كمان فالتعاون موجود في حياتنا كلها دكتور مصطفى أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال الناس في بعض الأحيين بيعتبروا أن التعاون بيحتاج لسرامة هل ده حقيقي؟ دي نقطة مهمة أبا يا فانت في فرق كبير أبا بالتعاون والاستهتار أو التعاون والتسيب التعاون زي عادي حاك مثلا بتعودة المنازيل أو بتعودة العمليات نحن متعاونين كلنا لكن في نقطة معينة لازم يكون قائد للأوضة قائد للأوضة بتعاون بالتعاون لك اللازم يأخذ قرار والباقي يسمع كلامه في اللحظة دي فهو فيه خط أنت عندكم مقياس الوقت أقل من سن بزبط فإحنا لازم يبقى فدي تعلمتها حياك أسوي أنه لازم يكون متعاونين وبيننا ثقة بين الفريق كله لكن في لحظة معينة لازم واحد يقول يمين أو شمال والفريق كله يسمع الكلام وعنده ثقة هل ده معارض للتعاون؟ لا مش معارض خلص بس لازم ده عشان يتبني حلو أول يا دكتور مصطفى وكأنك بتتكلم عن أن التعاون محتاج محتاج تاريخ بيتبني مع الناس هنا بقى يجي السؤال إيه علاقة التعاون ببناء الثقة؟ يعني إزاي الحاجة كده وكأن فيه علاقة كده فيه دينماكية بين التعاون والثقة بزاتها دكتور هي الفكرة كلها أنا باخد أنا شايف التعاون جزء كبير قوي من تعريف للتعاون هو المساعدة الله هو أننا لما هساعد الدكتورة وهقدر أساعدها وهقدر أدعبها ده جزء من جزء التعاون فلو ابتدينا طول الرحلة وإحنا بنتعاون مع بعض بنساعد بعض المشكلة أن الناس كتيرين وفهمين أننا لما هساعد الدكتورة أنا هخسر الحقيقة لا أنا أكسب لأن أنا بابني فريقي بابني في واحدة في فريقي أو إحنا بنتعاون أو أفكولنا بنتعاون وبساعدها أكتر ده اللي بيبني ثقة وإلما ده بيبني ثقة فلما بتيجي في اللحظة الصعبة لما بيننا هي أعتصق فيها لأنها جربتني جربتني حلو قوي ده يا حلو الله يفتح عليك أشكد بحبك يا دكتور مصطفى إيه اللي حصل فالدكتور مصطفى قال إزاي بتتبني الثقة إن أنا لما بساعده قبل ما يحتاجني بسبت أنا لما بحتاجه هو لما بيحتاجني بيكون واثق فيها فيقول لي لو سمحت تعالى نتعاون ونشترك دايماً بيتبقى مشكلة التعاون إن التعاون الناس بتيجي تشتغل على إن التعاون بيكون في لحظات الشدة بس لا دوت حالة من حالات الإسعاف ما بسموهش تعاون لكن التعاون ده ده بروسيس بنبتدي بنعيشه طول الوقت دكتورة منا إحنا في بعض الأحيين في الكرة في بعض الأحيين بيبقى الواحد عايز يعمل مصلحة نفسه صحيح هل هو بيعمل مصلحة نفسه دي ممنوع أنه هو هل دوت بيخالف مسألة التعاون إنه يكون له هدف شخصي في إطار الفريق هو مش بيخالف ولكن يعني لو لو اشتغلنا مع منظومة واحدة ده بيقدي لنجاح أكتر يعني حتى هما بيبقوا بيساعدوا بعض في الملعب يعني أنا اللي عايز أدخل الجون المراضي فأوكي بيعملوا التكتك يوصلها هي للجون اللي هي عايزة فدايما بيعملوا كده يعني بيساعدوا بعض يعني على حسب إحنا حطين إيه تارجت نتفق كلنا عليه ندخل جون طيب يبقى إحنا عندنا حديث الرسول الله عليه وسلم مثل المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض يبقى إذن فكرة التعاون ما بتنفيش إنه إحنا يكون عندنا أهداف خاصة ولكن الشطارة في التعاون إزاي نسيغ الأهداف الخاصة بتاعتنا ضمن الأهداف في الفريق زي ده في الفريق قدي إيه هدف الفريق ممكن يوصلنا إنه إحنا نكون مع بعض وإحنا مع بعض قديه هدف الفريق يوصلنا إلى السعادة نحن بأك هو نقطتين صغيري نقطة العونية بالنسبة لهدف الفريق أنا شايف أن ده أي هدف الفريق لازم يكون متقسم لأهداف للأفراد اللي جوه الفريق لو كل فرد من الفريق مش شايف ده أنت كده وكأن تشرح حديث رسول الله عليه وسلم كالبنيان وكأن يشد بعضه بعضا يعني كل البنيان كله اللي هي أهداف الفريق كله عبارة على بينات بتمثل أعضاء الفريق فيبقى هو ده البناء عشان كده لو كل واحد من الفريق شايف أن الهدف الكبير ده هو بيحقق جزء من هدفه هو الشخصي هو ده أحسن فريق إذا يشتغل مع بعض أن يكون فيه هو ده لا كل واحد يعرف أن ده من مصلحتي هي مصلحة الفريق إزاي وهي ده أكتر حاجة نقطة بقى التانية لحضرتك سألتها السعادة مجر النقطة دي نرجع لها تاني ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وبنكمل حوارنا مع الرائعين فضيل الدكتور مصطفى إبراهيم ودكتورة منا بدوي دكتور مصطفى قبل الفاصل كنت بسعى لحضرتك إزاي التعاون يحقق لنا السعادة مع أن بعض الناس متخيلين أنه بيتخلوا عن أعدافه الحقيقة لا الحقيقة وده عن تجربة شخصية كل ما حضرتك أحب حاجات الحقيقة ده تجربة شخصية عملية بقالها عشر سنين كل ما حضرتك أنت قابل عشر سنين لأن أنت قابلت حد عمل تحاول أنا تغربت جزء كبير من العمري وبعدين لجعت مصر بقالي سبع ثمان سنين فشفت حاجة كثيرة كل ما حضرتك هتساعد حد من فريقك كل ما حضرتك تبقى سعيدة أكتر وده ملهاش أي طب سألك سؤال كده بالاعتبار أن أنت بتحب الحاجات الحقيقة هل ده لأنك أنت مدرب ده ده لي علاقة أن أنا بحاول على قد ما قدر أشوف على طول وأنا ماشي كل يوم إزاي الحاجة اللي هعملها بكرة دي هتنفع الآخرين معايا مش هتنفعني طول ما أي هدف هينفعنا كلنا طول ما لما يخلص الهدف كلنا هنبقى سعاداء بما فيهم الفريق فأهم من الأول فاختيار الهدف لازم يكون فيها مش هدفي أنا بس ومش مهم التانيق مش مهم باية الناس ده السر بروجة نظري إن الأهداف عشان يبقى فيها سعادة والتعاون يبقى فيه سعادة إن عن تجربة كل ما يكون الهدف هيسعد الفريق فهيسعدني معاه فكلنا هنبقى سعاداء وده مش كلام نظري ده كلام بيحصل في الغالب بتلاقي ببعض الأحيين الناس أجهدهم هل ممكن حد يجهد لإنه هو أخلب قيمة التعاون يعني حمل على نفسه زيادة لإن مثلا زميله شال فهو راح شايل ده بتنصحيب إيه لو حصل ده يطلب يطلب يعني اللي حوالي ساعدوه اشتغلوا معي ساعدوني تعاونوا معي عشان التارجط اللي احنا هطينه فأوريدي هم بيعملوا كده يعني بيبدأوا يكلموا بعض ويشجعوا بعض انت تعبان يعني كإنه بيحصل فيه غفلة كده صحيح فيحصل تفويق ساعد بيبقى أحد مهام كابتن الفريق إنه هو يفوق الناس صحيح يفوق الناس يعني إيه يعني يرجعوا للتعاون يرجعوا للتعاون تاني طيب لما بيرجعوا للتعاون أول حاجة بيحسوها بإيه أول حاجة بتحس إنه هو إيه اللي حصل لهم لما بيرجعوا للتعاون لما يفوقوا هيل بهمة عايزين مصرين على إنهم يكسبوا بيبقى مختلف انت شايفت يعني أنا عايز أطبط علاقة التعاون بالرجولة يعني يقولك فلان الفرين نارض اللعب برجولة صحيح إيه علاقته بقى بالتعاون ده بقى بيباصوا لبعض الكورة تمام بيشتغلوا تاكتك مظبوط فبيقدي يعني كلهم بيبقوا مبسوطين كلهم بيبقوا محققين تارجت اللي هم عايزينه يعني حداياك وكأنه بتقول لنا إن الميزاج بتاع لما يجو واحد يقوله وده واحد ميزاج رايق ممكن يكون ده سببه صحيح إن الفريق متعاون صحيح يعني بيمرروا مع بعض في الوقت الصح وبيعملوا الكلام ده بسرعة بوقت يعني يزابطين الحركة مع بعض ده بيبان جدا في المقبل نختم بقى نبتدي بحضرتك دكتور منا ممكن تقول لنا شوية رسائل كده ممكن نحطها في كتاب الأطفال كتاب القيم اللي احنا بنكترحه في حياتنا كتاب الأطفال اللي بيتعلموا ايه أكتر نصيحة من خلال عملك في الرياضة ايه أكتر نصيحة تقولها للأطفال عن التعاون يعني دايما بنعمل إجراءات كده هم ما ياخدوش بالهم إنه ده تعاون بس هو بيبقى القيم بتتغرس فيهم من غير ما ياخدوا بالهم يعني زي مثلا إنه إحنا في المطش مثلا قوم لجيب لزميلك في التايم أوت بياخدوا البعض مية هذا بيبان جدا مثلا يشيلوا الكور يساعدوا بعض الكور بتبقى تقيلة جدا على شخص واحد فبيساعدوا بعض هاي ديوني إيه علاقة ده بالحرفانة لكن لكن ده ده بيوصل ده بيوصل بحقك يعني أنت لا تستزغل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ويبقى لا تحقرن من التعاون شيئا حتى لو عد شيل الأزايز أو الكور لباقي الفريق صحيح شكرا كلام جميل جدا جدا يعني ممكن التعاون ده يكون في البيت عندنا كمان أن ما فيش مشاكل خلص أن حد يشيل صناية الأكل نفس الكلام فاضل الدكتور إيه اللي احنا ممكن نحطه لأطفالنا في كتبهم من خلال خبرتك وياريت بقى تقول لهم في حاجة كده فيها حاجة طبية كده عشان الأطفال اللي بيحبوا الطب طيب الحاجة اللي نفسي حطها أن يبقى كل الأطفال ده بيشوفوا قصص نجاح كبيرة قوي في مجتمعنا وفي كل المجالات في الرياضة وفي كل أن فيه ستار كبير قوي فيه نجم ظاهر ما فيش أي نجم ظاهر إلا ما وراه فريق كبير جدا فهم محتاجين كلهم يتعلمون كلهم بيبقوا نفسهم يوصلوا يبقوا النجم ده ثم مش فاهمين النجم ده عبارة على فريق متكابل وبلا استثناء فدي أول حاجة أنهم لازم يتعلمون لما نجي نرسم النجم نرسم النجم على أنه رأس سهم بالضبط وفيه وراه جيش من الناس بيساعدوه الحاجة التالية لو في يوم اليوم نفسي حق حاجة للدكاترة الصغيرين أنه قبل ما تتبقى دكتور أساسا أنت محتاج تبقى لعيف فريق لو مش هتعرفت يا سلام يا دكتور مصطفى أنت رأ أنت عارف زمان أنهما كانوا في الأطباء كان الطبيب لازم يبقى عنده هواية يعني من أيام علي بيك إبراهيم كانوا لازم يبقى عنده هواية يعني يعزي فعود يضرب قانون كان هو مهتم بمسألة السجاد القديم دوت جدا 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 فأنت بتقوله لازم يعمل حاجة ينجح في فريق لو نجح في فريق هيبقى فضله بس العلم اللي يقدر يتعلمه لكن لو هو مش هيعرف بجوه الفريق عمر ما يبقى دكتور نجح دكتور مصطفى أنا شاكل لحضرتك جدا جدا هذه الروعة دكتور منا أنا شاكل لحضرتك جدا كل هذه الأنوار والبركة يا سادة التعاون حقيقة مفتاح من مفاتيح السعادة واللي بيجهل التعاون بيجعل بوابة كبيرة جدا جدا للسعادة لو فتحها يفتح عليه من حيث لا يحتسب وتعاونوا على البر والتقوى تذكروا التقوى والتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب عايز بركة وعايز مدد وعايز نور وعايز فتح وعايز وسع كن متعاون تكن الله هو المعين فما بالك بعبد عونه مولا فاصل ونتلقى سئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ونتلقى لنا نسالة نكلم ممتها شوية أم أيم نقول لها عشان خاطر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيحب أولاده كلهم وكان بيحب السيدة فاطمة ما تفرقيش من بين الأولاد والبنات أنا عارف أنه ممكن يكون عندك ظرف الظرف دوات ممكن يكون فقدت الوالد أو أنك أنت حاسة أن ابنك هيكون سندك في ظهرك لا والله ما حدش عارف مين السند ومن الظهر أن الله سبحانه وتعالى هو السند الله سبحانه وتعالى هو العون والمدد وعشان كده خلي أولادك في الحب سواء خليهم يحبوك حبا جما ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نخلي أولادنا في الحب سواء وعشان كده بقولك ترفق ببناتك ده كمان الأم هي أكتر الناس اللي يزم تترفق ببناتها وربنا سبحانه وتعالى يشفي أختك إيمان ويعجل لها بالشفاء ويعجل لها بأن تمام الأجر والعافية رب العالمين ويجعلها في صحة وعافية ويجعل جسدها الطاهر منزلا للألطاف والبركات والنور معانا الأستاذ أشرف من الإسكندرية عالم بيك شيخنا الجليل إزاي حضرتك؟ السابق فرحتنا النفسية اليومية الله يعز حضرتك ويبارك الله حقيقة يعني وشك نور كده ربنا يزيدك ويكرمك يا رب ويديلك كتير أكتر من كده كمان باركتكم يا سيدي الله يكرمك تفضل يا سيدي وبالنسبة حضرتك للتعاون سياتك مثال واضح جدا 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 للتعاون يعني التعاون ده يروح الفريق الواحد صحيح يعني بمعنى إن حضرتك لو لا إخراج صح فياتك مش هتتلعب الصورة الجميلة اللي منشوفها كل يوم وعشان كده أنا بسكر بشكر أستاذ عامر وبشكر أستاذ عيبة وبشكر وبشكر أستاذ إنجي والشيخ محمد عبودة وبشكر كمان مي وبشكر كلهم وبشكر أخواننا اللي كمان اللي قدام الكاميرا لا نقدر لستغنى عن إعداد ولا نقدر لستغنى عن متور ولا نقدر لستغنى عن فن الإداءة لا نقدر لستغنى عن حضرتك أكيد بصرتك الحلوة اللي بتشعنه الله يبركك وبزدنا راحة نفسي الله أزاك سيدي شكرا جزيلا لحدتك يا سلام ده أنت أمر 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 يعني أنت بتصل عشان تخليني تذكرني بواجب علي أن أنا أشكر أخواني كلهم اللي موجودون معايا في استوديو ربنا يبركلك ويفتح عليك يا فندا معنا مين يا سادة أم فارس كانت وإحنا نتكلم يعني الخطة تقطع بس هي كانت بتقول زوجها مدمن ومش عارفة تعمل معها إيه إحنا عندنا حاجة اسمها الاتفاق المشروط عم فارس نفترض أنه هو أبو فارس فأبو فارس إحنا دلوقتي نفضل مع بعض بس بشروط الشرط الأولاني حداك روح تعالك وأنا أدعمك وأفضل في ظهرك طول ما أنت بتعالك لكن أنا لا أرضى ليك ولا أرضى لأولادي ولا أرضى لي إن إحنا ندخل في المحرقة أنا بسمي أسرة المدمن أسرة محروق أنتوا مش بتخيرين أن الأسرة اللي فيها مدمن بتكون شكلها إيه ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا لا ننقل بأيدينا إلى التهلكة وأمرنا إن إحنا لا نضيع أموالنا وأمرنا كمان إن إحنا لا نضيع من يعقول يبقى أول حاجة نجلس جالسة ونشترط إن هو لازم يعمل إيه يتعالج وأنا في ظهر الحاجة التانية لازم نغير برنامج حياتنا الحاجة التالتة لازم نغير طوائر علاقاتنا ما حصلش ده أنا أرى إن المسألة صعبة إن تسألتين إن نعمل إيه؟ نعمل الثلاث حاجات دي أول حاجة ببساطة خلص عندنا اشتراط تاني حاجة عن غير برنامج حياتنا تالت حاجة عن غير دوائر علاقاتنا لازم ده يحصل لو هو قالك حاجة تانية غير كده يبقى هو مش جازم مش ناوي لازم يكون عنده إرادة لازم يعمل الكلام ده وده يكون حي أستاذ حياة من القاهرة أيها السلام عليكم أستاذ حياة من القاهرة أستاذ حياة من القاهرة تفضل أستاذ حياة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل حضرتك سؤال أولا بشكر حضرتك جدا جدا على البرنامج بتاع حضرتك الله يكرمكم وأنا بشوف حضرتك وبتابع حضرتك كل يوم الله يرضى عنكم بارك فيكم حضرتك بس أنا بسأل على زجهات المال اتفضلي أنا حتى الفلوس بتاعتي كلها في شهادة والفايدة اللي بتطلع دي أنا بصرف من نها لا أنا بتداق من كلمة فايدة طيب الريع الريع الربح تمام تمام آآ الريع اللي طالع من الفلوس دي أنا بصرف منها آآ وعايزة أطلع زكاة المال هل يجوز زكاة المال الأول اللي هتبقى قد ايه من المبلغ كله ولا من الريع اللي طالع ده وحضرتك معايا فاندم سمع حضرتك السؤال التالت بقى وهل يجوز إن أنا أقدي الريع دوت يعني أدي مزاجات المال ده لأختي أو أخوية طيب وعشان هم محتاجين يمس طبعا ربنا يبالك الحديث ويجعله في ميزان حسناتك أول حاجة احنا بنطلع 10% من الريع لأن أنت بتصرفي من الفلوس دي فنطلع 10% من الريع مش من رأس المال فنطلع 10% نفترض أن أنت بيطلع لنا 7000 يبقى نطلع 700 جنيه يبقى نطلع 10% من الريع طيب أدي أول سؤال السؤال الثاني اللي حديث بتسأليه هل ينفع أن أنا أدي الزكاة لإخوتي ده بالعكس دعي يكون لكي ثوابين ثواب القرابة وسواب الزكاة فإن شاء الله سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك السيدة محمد من الأقصر السلام عليكم فضرية مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا مولانا فضل ونعمة حضرتك أنا ليا أم ووالدي توفى من 2012 وبعد موت أخوية جات لها جلطة ما كانتش بتتحرك الله يحفظها ودلوقتي أخوية أخذ مننا كل المراس بتاعنا ما خلاش عندنا ولا أي حاجة خالص خذ البيت وخذ العمارة وخذ الفلوس وخذ الدهب والتجارة وخذ كل حاجة ما خللناش حاجة فضلت مولانا ومن 2012 جافل عليها وإحنا ما شفنهاش يعني واخد مامتك وحبسها ومش رادي يورها لكم عشان هي لو خرجت ممكن تطلبه بالفلوس بالفلوس ولا المراس ولا ليه ولا هو بيصرف عليها هي عندها جلطة حضرتك ما بتتكلمش وما بتتحركش حتى الحمام مش بتروح طب هو بيخليها عنده عشان نرعاها مثلا هو مخليها لأ عشان احنا ما ندخلش ونشوفها ونطلب أي حاجة من الورث بتاعنا من أبونا طيب هو ازاي بقى الكلام ده الكلام ده فيه أوراق رسمية المفروض تكون اه هو ازاي باعه من غير الأوراق الرسمية دي على موم انت لو بتسأليني لو ان هو فعلا اخذ هذه الأموال وانتو مش نفسكم مش طيبة طلبوا بالوسائل القانونية طلبوا بالوسائل القانونية بحقكم عارفين ليه؟ ازا ما تحسمتش مسألة المراس في الجيل ده هتفضل النيران مشتعلة في باقي الأجيال ولذلك اما انتو عايزين حقكم وده حقكم يبقى تعملوا ايه؟ طلبوه ما رفض خدوا حقكم بيه الوسائل القانونية لان ده حقكم عشان نحسم النار وما تبقاش كرة الله بكل مدى بتشتعل وبتحرق الأولاد بعد كده والأجيال اللي جاية بعد كده يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن قيمة من اعظم القيم اللي ممكن ان الانسان يعيش بيها ويحس بانسانيته هايز اقولكم اذا اردت ان انت تجعل الانسان متقلقا فاجعله في وسط المتعاون اذا اردت ان تأخذ من الانسان اجمل ما فيه فضعه في وسط متعاون اذا اردت ان تجعل الانسان متسعا خيره كثير وفضله عميم ويحس بمدد مولاه ويحس بالقرب من مولاه وضعه في بيئة متعاونة التعاون يا سادة مش حاجة مادية برجماتية التعاون حاجة قيمية بتحسس الانسان ان هو لي ايمة لما الاخر يكون حريص على انه يعيش معاه ويكون هو كمان حريص على انه يعيش مع الاخر التعاون تاج بيتحط على القلوب لما تعرف انه ممدودة من المحبوب سبحانه وتعالى يا رب جعلنا على الدوام من اهل التعاون ومن اهل المعرفة بانك يا مولانا جعلت سنن في الحياة هذه السنن تفتح لنا ابواب القرب منك وتجعلنا في حضرتك وتجعلنا في ودك وتجعلنا في جمالك وتجعلنا في خيرك وتجعلنا في نعمتك يا كريم يا ودود لا تقطع عنا نظرك وألف قلوبنا وجعلنا على الدوام ندخل حضرتك ونحن نمسك بأيدينا حتى نكون على منابر من نور يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الهبنا التوفيق والتعاون على الدوام يا رب العالمين نعم موسيقى